موسيقى موسيقى مساء الخير بحلقة جديدة من السرك ضيفتي اليوم هي فنانة قديرة لها تاريخ طويل جدا بالعمل المسرحي والكوميدي ضيفتي اليوم هي الفنانة هدى السنفورة مساء الخير مساء النور مساء الساير مد أتمنى بس أشوفك وتحققونيتي لأنني أريد ألعبيك السرك أشكر حضورتش في السرك وهوائي رح نلعب اليوم بفقرات السرك لأني متحمس كلش أن أعرف الناس أكثر عنك من خلال البرنامج الله يسلمك شكرا وشرفنا بك وشرفنا بالقناة سامرة وعلى رأسي الي الشرف جاهز نبلش؟ نبلش نبلش بأول فقرة وحلقات النار هدى بحلقات النار راح أوش تحبين أقولك هدى لو سدت هدى لا هدى أريد الزخنة مو تكفلني تكفتنا آني ويا شفايا إيه على رأسي زين حلقات النار راح نستعرض بها ثلاث تجارب صعبة مريتي بيها وقدرتي أنه تمرين من خلالها وتطلعين من عدها نعم أول تجربة تجربة قاسية جدا تجربة الخطف انخطفتي مرتين هم مو مرة ايه مرتين انخطفت بال2007 كان عندي تمارين المسرح الوطني ودعوني ساعة تقريبا كان عندي بالعشرة وآن بعدنا عند الجسر الجادرية خابرني واحد من مصرف الصناعي على جسر السنق قال لي تعايق استلم الفايل ما عديتش اسم ما طلعناه أنا مود أخذ سلفة ثلاث ملايين أريد عالي جوالدي الله يرحمه قلت له مداماكم بس مهم أطي خبر لدي أروا أجي المهم أطيخ خبر لدي رقيتم أنا راح أروح عندي فلان شغلة الشخص أنا مود لتأصر كبيرة ولحد لي يعرف أني أخذ ثلاث ملايين سلفة والله وصلت لهذا واحد قال لي لاتشنا نضحك عليك لنسوي شون يعني يجاملونه يا يقاهروني قالوا لا طلع اسمي شو هذا تسك أنا هم كيفك لين ليش لن أريد عالج واردي ومريضه وقالوا بس ليمانيا المهم ما طاولك السلفة استلمتك صد كان أبو الشرطة الشرطة النفسة اللي قال لي تعي أصرف لك يا قاني قلت له لا أنا أريد أصرفها أريد أفرحها اللي قال لأ شو أدي شو قلت بيتكم وين قلت له والله أنا بيتي بالبيع قال خلص صرفها وأوتما المهم ما طاولك صرفت لك ثلاث ملايين نفيتها بالملابس ما التمارين قلت له أريد أرجع لدارة عندي تمرين وهي فنانين كبار قدمة والله يحفظهم وإنه للجميع والله وصلت وهو سألني أسئلة يعني أنا ما متوقعتها يعني اعتبرها عادية ساعة بيش تطلعين قلت له والله أطلع أربعة ونص قال زلني وين بيتكم قلت له والله بيتنا بيشو هدها ما البيع وساعة أربعة ونص قال ليش قلت له عندي تمرين سبحان الله أنا طلعت أربعة ونص أبو التكسي داي ساعد وحده ما قبل ساعدني أنا شون دايين تور قلت له هدى قلت له اي أنا هدى قال بيتكم بيشو هده تلاشمتي قال أنا عرفوش ما قلت لبيتكم أنا قلت حمزي نين بوقتها شون طائفية و بس أريد أوصل نين الزحام توقعتي صدفة يعرفوش السائق أنا قلت هكذا يعرفني أنا معروف فنانة يا بالمسرح هم معروفة نعم وبعدني كنت ممثلة يعني معروفة حيلا قوي قلت لي والله صاعدت أنا ما توقعت أبو يظل يباو عليه المهم قال لي ترى راح صاعدت لشعجة جسر الجادرية مو أقل عفو على طابقين مو عالجادرية نين الزحام و نتأخر قلت لحبيبي أخوي أنت برعتك وين ما هاي أريد أوصل للي شأنة الكروة بعشرين بخمسة عشر بوقتين قلت لي بخمسة آلاف أنا هم كيفت شلت الزايد ضميته والباقي حذيته بجيب البنطرون قلت علي مدى طلع لخمسة آنطين والله شانين 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 صاعد جسر الطابقين هي غير على الجسر الدورة راح على الجسر يعني على طريق البغداد الجديد قلت لي أخي على خط سب قلت لي أخي أنا أندل قال أنت شعليك سنتموت تتو حلاليك قلت لي المهم مشا 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 ما أحس أنا ساعة ثمانية ونص بالتسعة قلت لي هاي وين قل إذا تحتي أنا من قل لي هيت اجي على بالي أم وأبويا ما اجي على بالي أحد شا قلتش هو قل إذا تحتيين أخون قلتش أموتش قلت لي أمي شو تريد أخذ قلت لي تنزعين كل شي شو كل بيدش ترطيمية قلت لي أمي كل شي أخذ بس رجعني لهلي بسلامات كل شي ماري قال أنا يعني الأفو قال كلما قال أنا غشيب أرجعش ليلي شو تروحين سوين بيش قلت لي والله كوش معك أمي أخذ محلل وما هو جر التارات قلت لي لا أنا نزعلك الإقلادة بوكتها مو هاي غيرها أنا السوارات قلت لي أنا المهم كلها أنا نزعتها بيدو أنا منظر أبني على رأسي بعد مادر هالحتي وين صار؟ نزلتش من السيارة هذا المشروع ما نزع فرانية ما أعمل البرسة عساس ورا هذا المشروع وهاي المزرعة ما أدري مان من مزرعة ما أدري بوستان ما أعرف ضربت على رأسي ما أعرف نعم ما ضربت على رأسي بس أحس نفسي صعدة درج بالسماء ودائر ما دائري هذول اللي الملائكة البيض ما أعرف حسيت ثاقف معش بالليل بالمستشوى ما الزع فرانية تعرف أنت جايبين وكانت صغريخ يعني تكون أبرو مغدى وهاي صحيح من هو أداش عرفتي؟ سماعت من صحيح قالوا قالوا فالله عليك حجية حجية بس ما أدري مين من المنطقة طبعا يا لازم من المنطقة شافت الشواء قاوة مو؟ أي حتى قالوا دائس ما تقول كانت مطاينة وصخة مساحتها يالله جبتلكم إياها المهم والله سئلوني ودوني مرتز الزعفرانية قالوا شو كليش كنتم هاي القضية قالوا تعرفين رقم كنتم إيه بس رقم أرضي هو شو نسوي مخابر أهلي بالتليفون مالتي هم باقي التليفون هو أقول لك كل ما بقى لي يعني هم عيبة كلها لو ما أخوف من الله حتى ملابسي قال أن نزع الجاي ومخاف من الله أكيد يعني بس خابر أهلي قولوا ما يتفيدوها مقزقصة لو جبلكم ياهيت انت تعرف الوالد والوالد ليش راد فدية يعني فوقها ما نعرف فيدي أما لو طالب فيدي أعسن ما أم خبر أهلي قانينه مينش تمام؟ زين راحت المهم أنا رحت اشتكت على الدولة الصراحة كنتم أنا نريد حقي قالوا ونحن معني بس ما قصروا بوقتها ما قصروا رجعوا الفلوسي ماذا رجعوها؟ ليلى قال معجون يعني هي الوزيرة بس ما أدري يا وزيرة المرأة ما تذكر بوقتها ليلى قال معجون قالت ما عندي صلاحية غير صلاحيتي مليونين وشوية قلت له هوني ما أعرف أنا جيت على الله وعليكم أنا ما عندي راتبهن التسعين مية متر تشان بالشهر أنطلهن لمصرف وإلي شنط يعني قالوا الله إذا أسمحها تحتي وتجير طريق تنكتل سوى وهني قبلها تزموم كاركوك رح تلك كاركوك عاد رح تلك كاركوك هاي أول تجربة تخطف ثاني تجربة تخطف شون صارت؟ ثاني عام 2019 قلت صارت أماني شوية بغداد واني قبيعتي يعني أحب طلعات بالليل ما أحب إنها أتخبط أحب طلعات من ساعة ثمانية وفوق نعم من ساعة ثمانية وفوق تحدي اللف معاش للوحدة أحبها يعني أنا طلعت تقريبا بالعشرة هيك من بيت أختي بالشعب قلت أرد أروح البيت هم عائلة يعني الله يذكرهم بالخير بيت ياس أخذائر أبو الياس اي اي بيت أخذائر أبو الياس يعني عايشة يمهم على طول أروح أجي من أجي من أربير هاي مو هل قلت أروح على أهلي لأنهم هم يحبوني اي والله قلت له والله يمع الواتر رشيد بالدارة قال لي اي شو هاذا أنا معجبي شو أنا معجبي بتمثيلة شو هاي شو نتلابسة أهم ذهب بس مو ذهب حقي برازيلي برازيلي شو هاذا اللي ورفنا عليه بستان كله كلاب فاجئة قلت له انت قل لي شو كي قال لي نزع الذهب قلت له برازيلي قال لي اتيت قشفرين على العنب لابسة برازيلي هذا ذهب ما نهمينا ما لابسة درادة بوكتها قبل سنتين اهلي جابوليا بعيد ميلادي نزعت لي صورات كان بوكتها تراجب كلها برازيلي نزعتهم ونطعتهم ونطعتهم كان يضبني اريد اوصد شارعام صار عندي شارعام عبدا ثلاث ساعة مل بستال ايه يسموه حيث تعالي منطقة زراعية زراعية زين بعد قمت ماء من حقك حتى ابو التكسي يعني اذا اريد اجره ماء الا واحد الله يذكره يعني هو موجوده يعني اسم ملاك ويعني بدي اقرب الماس راح الله يحفظه يعني شوقت ما خابرة خطئة يجيني مي تحياتنا بسه تعبه تعب فلانسا ما يمل وما يضبج من عندي والله يحفظه ويخليه انه ويخليه الاهله ان شاء الله ملاك هده ننتقل لحلقة النار الثانية بعد دخولك التمثيل صارت عندك معارك ويا اهلك حتى انو تمثلين ناس هواية رفضوا من عائلتك انو تكوني ممثلة وصت بهم للمحاولة القتل شنو صار؟ اهلي ما عارضوا اهلي قاني ام وابويا ام الله يحفظها انو ويخليها وابويا الله يرحمها ما عارضوا بس قرائب بابويا شون وان وصلت بهم اه وصلت للقتل حتى وصلت للقتل ان احنا ما عندنا واحدة تمثل واحنا ما عندنا واحدة تطلع بتلفزيون واحنا عيب واشيره ومادروا شنو حتى بوقتها الجوارين قالوا تطلعونا يا خليشو انتو خبستونا وصوتو غوصة والعالم التمت بوقتها والله طلعت حتى الناس يعني التسمت قالوا كل عقلكم انتو حاطين عقلكم ميا هاي يعني هاي مين يباوا عليها مين ياخدنا يعني هي هوايتها التمثيل ما طلعونا وابوها عايشين انتو شنو العين وراسي حتى بوقتها قالوا الجوارين الله يحفظهم اليه ويخليهم ويحفظ الاهلي همينه قالوا اللي يوصل نكثر الرجلة لان على تحفظ Kiwi ليف هددوا انو يجاون ويساولوا 새شي ؟ رادوا يعقلو من الامو أبويا بسبب لين طلعتها مثل cuz بس مسرح كان وسمعوا بيا ما قبله النحلت الأمور وراها أبويا قال ما أقبل الواحد يدخل بحياة بيتي أنا عايش وأني أصرف وأني اللي خليتها تدخل بالفن ممنوع وتقاطعنا وياهم وكل مراحل سبيل حاله ثالث حلقة نار مؤخرا تهكرت صفحتك على الفيسبوك وصارت لك مشكلة كبيرة كلش من راح الموضوع شن اللي صار أنا بوقته يعني هذا الفيسب ما ليهدر مشهدين بوقته أعباه هواية صارت عندي ومشاهدينه هواية إجا واحد هكرة تقريبا ساعة بثلتين ونص بالليل هكر لي أنا أنا تفاجأت مني تهكر قبل خابرت أنا عندي رقم ذاببته يعني أنا متلحظ يهكرت ثالي ما أدري الشون يعني عرف يعني مو ما العرف ما ما يعرفني تهكر خابرت الشخص قلت له حجيته يا قال لي والله ما أنطين شي سمك قلت أقال أنا ساعد أمين قال من بصرة قلت لي ليه ش هكرت قالوا واني هكرت على مو تلي اللعظة قال عندي شعظامة إن شاء الله واي قلت لعمي ما يخالف أنطيني يا واني بس أخذ الشغلات اللي أحتاجة لأنني عندي شغلات خارج العراق أول شي الأمريكا لأنني تشنت أشتغل يعني مراسلة إذا تهكر بعد ما يقدروني حصلوني مين يحصلوني تمام واني عندي شغل بي قال والله ما رجع راحت أيام إجت أيام قاموا ينشر علي يعني أذكر له ما تريد ذكري قاموا ينشر علي على مقتدر صدر وعلى أني السستاني وهددوا أهلي يعني إساءات لرموز دينية أو سياسية أو غيرهم هو على رموز الدينية أكثر شي على أني السستاني سوينا صورة وأخطبوط أساساني حاجة وهي صورة مو صورتي مونت يا عشر واني سويت بلاغات ما حساعدني وخابرته ما حساعدني شم سوينا المتقمات يعرفوني ويايا مويايا بالفيس يراسلوني يحبوني ويحترموني قبل راحوا على مو أختي بدون يكتلوهم عاد أمي خابرتني ساعة بثمانة متى بالتسعة الصباح شايف السعفة من ترجيف يتشاري خير إنتي مجوزين إنتي كاف تنشري قال أنا شحكي شناشر شنو تنشل على علي وعلى المغتدى إحنا شعليني قلت لأمي والله متهكر عاد والله خابرته أبو طيبة مدري أبو طيب خابرته قلت لأي أبو ترم هكر والله خابر المهم قالوا إحنا عاصرين ونعتدر عبارنا إنتي لحجي قلت لأمي شنو أنا معلية أنا عايشة بنفسي أستر على نفسه وعلى أهلي وهمنا بالتواصيل وبالقدرة يلا كفوا عني كأنما المشاكل لاحكتك هدى يعني من كل الجهات يعني حتى قبل يومين همنا ما أريد أذكر يعني قاعدة بالمول زيونة وجابوا شغلات ما تفرق كافي كافي تحكون يعني واحدة من قهر ترى صح لهو غلط شنو الفرقين سن وشعي ماكو أي فرق صح لهو غلط مو كافي يعني أنا أريد أوصل صوتي كافي سن وشعتي رح نسلام أنا حتى يسئلوني إنتي سنية لو شعية أقدر معيب عليكم أنا مسلمة أذكر الله والنبي ووهل البيت شنو الفرق لا أقول لي سنية لو شعية أنا مدنوع أقدروا مو الله بكيفي أنا مسلمة يعجبكم يعجب ونعم إن نتشاهده هو هذا الصح وياريت الكل يفكرون هيتش يعني ما أحب ملينة شنو الفرق يعني سنتا يعني اسم الله من واحد يموت يعني رب العالمين يقوب الله يقول لك سنين لو شعية لا طبعا ترى ماكو يتشح شاية وأني آسف يعني طولك لا بالعكس خلصنا فقرة حلقات النار ونحننتقل بعد هذا الفاصل لفقرة التوأب رجعنا لكم لفقرة وحبل التوازن ويا الفنانة هدى السنفورة هدى بهاي الفقرة سنشوف مدى توازنك ومن رح متجاوبيني على واحد من هاي الأسئلة رح تسقطين من حبل التوازنك وتنتهي الفقرة جاهزة؟ بس وزنة 25 وزنك 25 بس؟ نيالج ويتمنون هالوزن هدى أول شي هدى أساءت لقصار القامة بأدوارها وعززت صور نمطية خاطئة عنهم يعي دائما بأدوارتش اللي تكونين اللي يحششون عليها يضحكون عليها اللي نصبة يعني بين قوسين ايه مو تقريبا نصبة بس أنا أحب يعني ليش نبون بشغلات الكوميدية يعني شون كل ما يدزون عليها لو بشغلة كوميدية يطوني بطوله مو ما ينطوني بس شغلات يعني كلها تقمز وتضحك وغاية شون البهلوان أنا سميها بهلوان تهريج تهريج يعني ما أحد أريش شغلات يعني يعني أنت معا أنه أنت شوية طايت صورة نمطية خطأ لكن السبب مو بيش بالمنتجين والمخرجين ثاني شي يعني هما أفرح الأطفال هما أفرح الجمهوري حمم جدا سماعت انه رفضتي مسلسل هوا بغداد الجزء الثاني شنو صار ليش رفضتي ليش رفضتي اولا انا قاعدة باربي وثانيا اللي خابرني ما اعرف اسمه بس قللي اريد ساعة ستة الصبح الساعة عشوة بالليل وتجير وتريدين انا طجيها قلت ليعنى قولي هاني تسديتي قلت ليعدني دقيقتين واخدلوك والله خابرت استاذ ناهي ناهي مهدي الفنان خابرتقي قلت لا استاذ دازو علي هوا بغداد ايه شنو اطلب كان يقول لي اقلش 400 دولار 500 دولار من باب خبرته ونصيحته ايه قل لي يو حلقات اول بداية اول بداية ما قولي لكنني قال لي حلقات قال لي واحد ضيف الشرف قال لي إذا ساعة يعني من ستة للأشابيل وحلقة واحدة قال لي اي ضيف الشرف قال لي إذا وقتش قال لي 500 دولار اللي 400 دولار وإذا قفل قول لي 400 دولار ما ينزل بيرن قال لي هذا هو وإذا قولت كلامي يوم قلت لي 400 قفل لي 400 دولار عشان يقول لي لا قلت لي اجدت تالورقة قلت لي بشرفة اجي من قربين البغداد ومن ساعة ستة الصباح للعشرة بالليين زين احسب اسعوف انا احسب الكراوي زين اذا روحتي اذا جيتي خمسين وروحتي خمسين هاي مية زين ما ريد اكل لبسي ما ريد اشتري صح له غلط ما تشتري مش جيب تبقى بتروح لكسارة اصلا مو قلت لي لا ما اجي وتصدب عن ما خبره زين ننتقل للخطوة الثالثة طبعا الخطوة الده تصحبه شوية شوية عاد انخطبتي لرجل متزوج ايه كرادج زوجه ثانية تكونين ايه وبعدها فسحته وحبك الوحيد قتله داعش ايه بوقتها بالالفين وخمسطعش ايه ليش حفظت شيت شوية للرجال والله ما ادري مو زايد حبي الهم او احترم الرجال اللي احبه اعزه و القادرا اكثر من روحي زين اللي متزوج لاش في سحتيوية والله اطلع مصلحش حمم ر olduها يستغل 여�لي Illinde يستغني مادة مممممممممممممممممممممممممم pim من رحت يعني بوقتها ملطبة والدوائش ماذا نبيها 2013 اعتقد 14 لا 14 14 صادف شهر السادس نعم استوني دا اريد اجدد الجواز مالي وانحبسته 15 يوم انحبستي؟ ايه ببغداد مو ماكو العبوين سدوه ما يقدرون ارجع الكركو عبايا انحبستي يعني سجن لا لا انحبستي يعني ان الطريق العفو يعني خلي المشاهدين يعرفون انحبستي لما انطلعت الجواز مالي وتأخرت تأخرت خابرني قال لي هاي استوني نزلت selling من العسكرية هاي قلوني انا بعد ما اقدر ادعهم لان يدوائش تطبوا لاني الدوائش حتيما سترجع لي لي للشركات بزدارة هاي جبوري هو عاد هو عبر قلت له ثاني نفيد يوميا نكلاثي بما اجي شي غابرت لاني لو تعبروا رحتينكتل قال لأ عبار ايه ضلينا يعني نتواصل بالتليفون انا اخابره ويخابرني واطمئن عني بس شنو اطمئن علي كل شهر خابرني دقيقتين اثلاثة قلت ليش يقول انا خاطر يمي الشاطمالي التكريت والسيمكارت احطها بيني سنوني على مود الدواعش لي رأي يلزموني لي اطمئن علي اخر مخابرة 2015 ساعة التسعة بالليل شصار بيها؟ بعد ماكو قالوا ماكو كان خاف ماكو بعد تليفون ليه بالبالج ومن قال بعد ماكو تليفون انقفها الموبايلة لحت هذا اليوم شعرفان اخوه ما اعوف بليت اتواصل عندي ايه اخته واخوانه الله يحفظهم موجودين بتكريت قلت له مشكوا قالوا والله هيت وهيتش بعد كرهت الدنيا بعد ماكو حب شنو الهيت وهيتش يعني كرهت الدنيا ماكو شي حلو بحياتي سرخه وفرحتك الوحيدة ها هيتشان زين وياي صديقي اخويا وحبيبي وابويا وكل شي تشان لانعوضنا عني ابويا ابويا مو بثلين 2009 توفى انا تعرفت علي بالالفين وعشرة قالوا لتاك شون تم يعني إاااااااااااوا اذا عدي سمعتش والله يقول لي الله يرحمه وإن شاء الله تجنه ولحد أول برحة أنا ذكيت عليه الصدق يعني ما يتعوق ما يتعوق الله يرحمه ورحم كل شهدانه وليد وليد جاسب يا رب يكتب لك الفرحة يا بدا وبعد كم يوم عيد ميلاده 15-9 ما أنسى لأن حسيت يعني شو قلت لك الفرح أبو نسا حتى حبيت كاركوك من وراء حس كريت كاركوك من وراء الله يساعدك ننتقل للخطوة الرابعة إذا ما تحبين جاوبين قل إلي نهتمل الفقرة سمعت أنك أول ما سافرتي لأربيل اضطريت أنك تشتغلين بمطعم كراقصة شنو حقيقة هذا الموضوع؟ ما قلت يعني هاي السالفة هاني باوي يعني هسا أنت جاي ضيف بأربيل وتقول لي أريد أفتر يعني بكوفيات أو مطاعم أنت تعرف المطاعم والكوفيات أربيل تقول رقص صح له غلط يعني خمار يعني أكو دقول رقص من ساعة بصمعة شوين أكو إحنا نطلع من ساعة 8 قلت لك أنا ساعة 8 أطلع أرجع بالداعش بـ 12 للبيت يعني الضيف مالي اللي أضيفه بيتي أو يروح للفنتق لازم يستراح عنده وقت استراح بس أنت هده اشتغلتي بمطعم اتغليتي بي يعني شنتي تشتغلين ببلاش بس حتى توفر لك السكن والأكل هذا استغلال هو مطعم هو مطعم وكوفي وشنتي يعني تونسين الزباين يعني طب حكين ويقوموا يعني على مدده هو شنو اللي الزبون يجي على مدده نيني أرثني أنا ثنانة بس بدون فلوس يعني ما قاموا مين طوني يعني اللي يأخذها يسحبوها من عنده لان صار عدة شون يعني عنده زباين وعندها ودعوا علينا أنا اشتغل ملع وأرقص ملع ويطشون علي فلوس أنا لو أشتغل ملع أول وحدة بطل من الفن أنا أقول لك أحشية قدام المجاهدة أنا لو أشتغل بالفن أعفو بالملع وخير من الله شبه قاعدة وتجيني أربعمائة دولار خمسمائة دولار باليوم طربت لبعصة ننتقل للخطوة القادمة سريعا سماعت أنو كنتت ثمانين مغنية واشتركت بعراق ستار عراق ستار بالألفين وخمسة أي لماذا رفضتك؟ بس صارت مشاحنة وكل دفع من جوة يعني كل مونا وأنا ما أقدر أدفع ثاني شي نصحني أحمد نعمي الله يحفظه ويخلي إنه قال لي غنى ما يفيدك هذا صيري فنانة وممثلة أحلى من الغنى الغنى ما بشهرة إذا فنانة وتمثلين إلى شهرة وتبطين إتي فنانة وحلو وصوتك حلو أخذتي بنصيحتك؟ أولا هم فنان وهم أكبر مني عمرا وأحب النصيحة حت له أصغر مني اللي هي؟ بعد صوتك حلو؟ يعني إيه؟ سمعيني هاي تشيكوا بلاي بسيط؟ سغلني كيفتش؟ ما الأمي اللي الأمي أم ليت تحبها يلا رح نفتهم موضع أمي كيفتش؟ إجان العيد وانت بعيد عني ايشي صبر وروح يا الخيب الظن أجان العيد وأنا بطار قلوموم ويا بيت البعض بيتك يلمني إجاني العيد وأنا بطرق الهموم ويا بيت البعض بيتك يلمني وبعد محافظة الله أوه معتبش تغني كنش صوتك حلو تسلم فنانة شاملة إي شنت قلت حاتم العراقي وأول ما صعدت على المسرح يعني شجعني سامقفطان مسرحية خميس على خمسة نخبة من الفنانين سامقفطان هو أبونا وصديقنا فنان قدير قال لأول ما صعدت غني غنيت هاي وبعدين وراء قال لي عذبنا حبيبي حلو زين هدى صدق أنه نقيف فنانين كاركوك تبناش لفترة من الفترات هو وزوجته بيتهم بعد ما طبعا هربتي حجينا بسبب سلفة الخطف لكاركوك بالله يعني يعني شقد ما أدعينه مماته والله يرحمه أبو عباس البارودي وأمي سنيمة الله يرحمها يعني احتضروني احتضان ما توقع حسيت ما حسيت غريبة بكاركوك يعني اعتبروني بنتهم ومضمنهم يعني رغم هلقد ما حباني أخذوا أختي لابنهم هلقد ما حباني و الله يرحمهم يعني ما أدري شوصوا فلت قليلة بحقهم وإذا هم يسمعوني هم يبرب العالمي ونقولهم الله يرحمكم وإن شاء الله تجنة ونلحكهم إن شاء الله إن شاء الله طيب كمشهورة دائما تحشين بقضيات قصار القامة وتدعمين هاي القضية ليش ما شفتناك مثلا تفتحين جمعية لهم أو منظمة خوصا أنه انت تقدرين تحصلين دعم يعني بسهولة من منظمات عالمية أو دولية ليش ما فتحتي منظمة أو جمعية لقصار القامة حولين أريد أقوله يعني أنا بالألفين وخمسة طبيت بمطقة الخضرات دا نفتح منظمة للقصار القامة وكل قاعدين اللي رادي يفتحيننا يعني تابع للتحد الأمة المتحدة العفو تابعين للأمة المتحدة من قرروا قالي من خلوني وياهم جماعتنا شوي من تحصل منه جماعتنا؟ القصار القامة أريد أقولها أنا حتي طقرتك ما أخبر انت حسو نين شنو نين خلوني مثل السكرتيرا بحساب يعني أنا اللي أريد أسو انتي البلواجهة هذا قام يرفعه هذا قام يقبسه قلت لهم عمي أنا ما أطلع أطلع قالوا لقد قلتوا مع لي انتوا بلش هم ما أعرفوا وش تغلوا وإجا واحد اسمه عيد محمد عيدان هنسوار المنظمة وأحتي عادي كرف منا ومنا وقلب للخارج هو وأهله وخواته وخلاهم أسا قصار القامة بيناتهم يتلاطقوا أنا لو أخليني والقرآن مو بس من أبعد دولة موسراء أستراليا أجيب لهم حقوقهم موسراء لأن أنا صاحبة ً ماذا علاقتك بباقي الممثلين من قصار القامة؟ علاقتي عادي يعنى عائلية ما عندي قوية مموسراء بس أكثر شي محمد صالح جزين هاي آخر خطوة بالتوازن شو كتت أكثر فترة بحياتك تعرضت بها للتنمر يومية يومية ماكوا طبيعي انه بشر يومية يتعرض للتنمر بالبداية كنت أستصعبها بعدين اليوم عادي عندي ثقة بنفسي والحمد الله أن يشجعوني بس هو مو عادي أن البشر يتنمرون يعني هم مو عادي من قبلهم مو من قبلك يعني أنت دا صورينا جانب من العالم إحنا ما شايفي جانب من البشر جانب من قذارة البشر باللي صار وياك بحياتك ما أقدر شجعوا بهم قل لي شايفي يعني بيدي شي أسوي إذا هم يظلون العفو قزمة يعني ما بس أكثر شي قزمة يعني من اللي قول قزمة أنت أكبر من عدهم بالأحلاق لا هاي مو مجامل أنت كل شي كبيرة وكل شي مقارنة بيهم هم أقزام بعقولهم أنا أحس يعني وما أحس أني قصيرة قامة ترى وإذا قامة نحن نحكي بالجسد وبالجسم وقصير وطويل وضعيف وسمين وأسمر وأبيض خلاص العالم صار بغير مكان وإحنا بعدنا لذلك ما رح يصير برأس نخيران لا 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 بس يعني أنا طالعا يعني خارج بغداد أخاف يعني زعلون البغداد على عين وراسي أنا هم محبوب وأنا أصل بغدادية كرخية إيه من الرحمنية يعني بس بعضهم مو كلهم لا هو تنمر بكل مكان موجود لكن بنسب صح لغضاء بس أنا من طلعت للشمال اختلاص شاسع حتى حقوق إليهم ترى الصدق يعني قالوا حتى مني الزوجون يساعدوهم القاعة عليهم يعني على اللي يتبرأ وزواج على اللي يساهم نعم يعني الصدق يعني يا ريت الكل يأخذ ذي يعني يمشي على هذا النمع صح لغضاء ليه شنو الفرق على طريق قصار القامة هدى منه أحسن ممثل من قصار القامة تعتبري أفضل ممثل والله كلهم تحسي ممثل صدق والله كلهم مع يعني مع طريق يعني ما شاء الله كلهم مبدعين وممثلين وحلوين جماعتي لأنا ما أحب أنت تدربية صريحة ضليتي متوازنة وعبرتي هاي الفقرة والفقرة الجاية بالأرقام رجعنا بالأرقام ويا هدى هدى هاي الفقرة هتجاوين فقط بالأرقام بتفقين؟ بتفقين أولا نشقد أجورتش بالإعلانات الأخيرة اللي سويتها شفناتش بهواية إعلانات يعني بسيطة لكن إعلانات سوبر ماركتات وغيرها ايه أنا مثلا أنت فقياك سعر مثلا من أروح على مكان يطيني غير سعر أتفاجئ وأني طبيعتي أستحي ما أخذ حقي أبال ساكته لأن وأقول لهذا هو لما استغليني لين فقيرة وأني بطبيعتي أحترم أقول عيب لأن هذا الإنسان يجي يوم أحتاجه بس مو يجي يعني تم استغلاج حتى بموضوع الأجور حتى بالأجور مثلا أنا أتفاق إياك أقول لك أنا أريد ورقتي إعلاني صار أجي تطيني خمسين ألف صارت يلا شيء؟ ايه صارت عندي اتفاقت إياك قلت له أريد ألقى السعر ورقة مثلا أريد أقول لك يا ورقة رحت وصورت وكلت مرات وداني للسوبر ماركت وجابني وداني للسوبر ماركت وجابني قلت له وبث مباشر يعني حط له وبث مباشر أنا بقي جوري على اتفاقك صديق خمسين ألف والله مزين وقهرت وبتشيت وبعدين شن الفايدة وهم من خابرني ورادني قلت له والله ما أنا إنتي شنو على مود الفلوس قلت له لعدة عني شنو أنا لا إنتي حسب الأخوة على العين وراس الأخوة أنا الشغل توقيتش خبز الأخوة يعني؟ إيا مو مت بتأكل خبز بس أنا متفقدت هسا أنا وياك بره واحد بس بديناتنا إحنا أخوة بس من عندي عمل بره أنا أريد هلقي السعر منك شو علي أنا؟ صح عوف الأخوة هدا ننتقل لللي بعد شغل طولتش؟ طول شين تقاعدتها؟ معها لنت قبل قاعدتها سبعة وتسعين سنتين هسا أحس يعني فوق السبعة وتسعين سنتين لو ثماني يعني قول مية لهم ضعفانة أي أنت سمعت أقصر مرأة بالعراق أقصر مرأة بالعراق هذا رسمي موضوع؟ إيى رسمي أقصر مرأة بالعراق أنا شفت قبل Governor قاعدوية أقصر مرأة بالعالم اللي هي الهندية الهندية وشفت احتفاء العالم كله بيها شفت شقد حلو واطول واحد بالعالم ومخليها هل قدوتها تركيا يمكن ايه واحدش طولة احنا ما يسوونه فتفقر عيش مردي مثل العالم شماكو زياني شقد مواليدتش 79 14 اثنين عيدي الحم ما شاء الله ولا مبينة شكرا يا سي مو مجاملة ايه 41 سنة ما شاء الله شكرا لعني الارجع اقول ست هدى لا اقول هدى لا تقول ست زيان هدى شو كنت بديتي تمثيل اه شنة اداءهم بالابتداية اه ما حدر منارد معواقين تبحي صدام اه شنة احب مل اقعد عالدرج اذا تذكر يصير فتحة نعم ماما كانت تحط لي يعني تعرف تمانو مالك نبر واناكو ايه اقعد بتشطل وستشي لأمو تقولي شو تسون اقول لاني بحساب قاعدة بالمطعم انا واحد مو اكل لقبلك امتين عنا مدن شبع بطني في حساب ازعل واقوم طلعت من المطعم واساس واحد يجرني يقول يلا مي خايف تعي رجع للمطعم وانا انا منتبه نمر قاعدة يخلص ايه ايه اهلي شافوني قمت بالمدرسة اسوي فعاليات مهرجانات للمعاقين وكنت رياضية شن رياضة مارسي يعني جملاستك شلت اه حلو ايه اولى على المحد المناسب بعد تعرفين سواء حركات مع جملاستك لا بعد العمر عجزت واحد وربعين زين انا سماعت انه قبل مدرسة مع المعاقين كنتي بمدرسة عادية لا لا وراها وراها المتوسطة المدرسة كيف كانت تجربة المدرسة ما انت ذكر المعاقين كانوا احسن يعني المراعاو و يعني دارونا السيارة بس من نقلت ثاني متوسط رح تلسات متوسط كان ماكو نقلونا مدرسة عادية بحيي شهداء بالبيع اسمها مدرسة تب وقتها عدنا خير الله تعرف شعري طويل زين وبالالف سبعة وتسعين ثمانية وتسعين يعني تبهذرت جنطة ثقيلة و شعري طويلة والبنات كانوا نواقعات همينا بوقتها لو جيرون شعري لو يدفعني زين أنا من اوقع و جنطة ثقيلة على باري بعد ما اقدر اقوم و شنيت حرس منها يعني من اقوم قوة تنفس عاد الطالبات يعني اكو بعض يمشنوا ياه شون حماية اليه يقولون خطيئة ليش يتي ادنى ايه احنا نحب نفحكو ياه يقول ليش تضحكو ياه او تضحكو عليه يعني مو بشر مثلكم هوداش قد هذا سوالتش اه كراهت المدرسة قمت ما داوم اي قمت ما داوم اي قمت ما داوم اه قوة طلعت بالنسات متوسط من الور هذي اه ما داومت حتى بوقتها صارت مشاكل زين اه والبداية الفعلية بالمسرح كان سنة 93 مو اه اه اول ما صاردت على خشابة المسرح استضافني سامي قفطان اه مسرح الرشيد ب93 على خشابة المسرح كل النجوم قفطان محظوظة اه بوقت كيل الرفاعي ها كيل الرفاعي اه راسم الجمالي يعني ومسرحية ثانية ها وعلي الله يرحمه اقصر رجل بالعراق مات بصراوي كل شيء قصير مانكوشان يعني يوصلني ليهنا اي اي يعني كل شيء الله يرحمه مات بصراوي تشينة ثانية ارقو الشرقي لا بالمسرح خمسة على خمسة اغني عساس مين جمال اه تتزوج الله يرحمه واحد تغني ند بعرس اي واني اغني هي ما تحبه عساسان اغني انا اللي عذبني حبيبي زين ايه ومسرحية خمسة حرام السيدية بال94 اميرة جواد اميرة جواد وهم نفس النخبة نعم ايه كنت ارقو الشرقي زين بقى حلو ايه كنت ارقو الشرقي وهو طربوش مارت عساس العمدي يعني لا مو العمدي نعم زين بس مقابل هوايا مسرحية كم مسرحية مثلتي اه بالالفين وتقريبا بديت كلها كم مسرحية مسرحيات ما الاطفال الفين وخمسة اي لا كل المسرحيات اش قد بديت كلهم عددهم اش قد اهوايا وغاين عدد يعني فوق ال 50 مسرحيات اكتشي ما المهرجان طفل امم اهوايا وفزيت بيت ثاني زين اه افضل ممثلة ثانية وحدة مقابل هاي المسرحيات اكون مسلسل واحد بس ليش مسلسل واحد بس هانا اتفاجر هان متعجبة ليش مسلسل واحد اللي هو دار دور ايه ما عده ليش هم اتمنى يعني يتبعون علينا يشوفونا يرجعونه مرت دار ودور زين اه اه وهدا معروف انه تحفظين تواريخ كل جزيان ايه يعني هسا سمعتينا كم تاريخ بالمظبوط ايه شنو اكثر تاريخ بحياتك ما تنسي بعيد ميلاد 14-2؟ نعم بعيد الحب جيد كم مخرج أو فنان تخافين العملويات؟ ماذا لي لهم؟ لا أخاف احتراماً إليه حدر من عثر سامة قفطان هو يعني شغلات واسمها صفا شوية خاف منه لأن صحيح مخرجة هسا صحر بس جدية يعني عملها جدي نعم خلصنا بالأرقام والفقرة الجاية بدون كلام وصلنا لبدون كلام ويا جميلة هدى مساويتنا جوا حلو بالاستوديو جوا من الضحك والكوميديا شكراً رغم كل المقاسي اللي حتنا بيها ايه والحزن بس أنا ما أحب الحزن أحب أبا زي نستوي أفرفتك أربصة غني الله يارا تكون نهيج ايه الفقرة هاي بدونك أن رح تجاوين بالمظارب اليمتش على مجموعة عناوين رح أنطيش إياها أول شي الأمومة أمو تحبيها حلم الأمومة بعدها موجود بداخلك؟ ايه بات أتمنى ياربي تحقق وتشوفين أولادتش يا عبده ثاني شي القروبات المسرحية القروبات المسرحية في كل مخرج أو هاي عدة قروب يسوي به مسرحيات ايه ما رح تفعلتش عليها؟ فرحانة؟ دموع؟ لا فرحانة ايه يعني ثوبات حلوة زين عمليات التجميل؟ يعني عمليات التجميل ما رح تفعلتش عليها؟ حزينة حزينة زين شوفناش قبل فترة تسوين إعلانات لأكثر من مركز تجميل؟ هم هم سوية عمليات تجميل؟ يعني لا ما سوية بس كمثل الإعلان يعني بس جلسات جلسات تنظيف بشرة ايه بس ما لا يسوي مثلا بوتوكس وهاد شامبيه اه ما يحتاج لك؟ ايه زينة الزواج فارق عمور كبير شو نرى تفعلتش عليها؟ انو واحدة الزواج واحد كلش اكبر منها؟ او واحد يزواج واحدة يعني اكبر منها؟ هو مو على موديل اكبر هو احنا لعدنا انا قول ام يعني ما تشكل لك؟ احتاج اذا معه خلي سعيد اه اذا معه هذا الشي ممكن سعيد تخلي ايه ام اللي هو صار هناك موجود هناك ايه ايه ام ام مسعني سماعتي اكو فارق بينك وبين فنانات ايه 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 والله يعني ينطوني مثلا انا القديم القدير يعني ينطوني اللي هسه الجديد مو نفساني يعني اسا اطلب مثلا السعر قول مليونين او مليون ونص ما ينطوني ليش غيري الفنانات الهسه الصعدة على المسرح يطلبن يطوهن ليش شن الفرق لاني يعني على مودة الجسم او الحلاة او شنو اريد اعرفه انا اريد اعرف شنو لاني هو غانم شنو عن فنان القديم رغم انت عند الجمهور كبير يجع على مودة شنو صح لا غلق واني اهم شي يعني انا من اريد اشتغل اول ما اجيب مو اجوري اهم شي خط يوديني ويجيبين لانا انا ما اقدر اروح وؤدي زين هدى خلصنا هاي الفقرة الفقرة الجاية هي فقرة الساحر ان شاء الله وهاي الفقرة همينا راح تسوين فتشين راح تعرفين على ضيفة انت جايبتها وياتش ان شاء الله اوكي فاصل راجعلكم ويا الساحر وهدى السنفورة رجعنا الفقرة الساحر وهي هدى بس هدى هسا مو احدها هدى وياتش ضيفة انت راح تعرفين عليها اعرفكم على والدتي الثانية هي ام حبيبتي وصديقتي وروح لها فدوة نزيل خيره على امي الحقيقية وام ليث في ديتها الام مرحبا واشي خاله ام ليث يعني نورتينا وشكرا لانه موجودة انتي ويانا اليوم شكرا لاني ما فهمت الفكرة الشون هدى قالتلي عندي امهات اثنين مو ام واحدة امتش الحقيقية عرفناها اي ام ليث احكي لنا شوكي شفتي هدى وشنو صار والله هاي يوم من الايام طالعة براني وبنتي شفت براز الشارع يعني حبيت اسأل عليها يعني اقولها يعني ش اسمتش يا قلتلي اسميها كل ما اشبع اي فضليت قمت يعني دليتها على بيتي قلت الله عليش على التعاليدي انا احبتش يعني كانت طفلة هدى كانت اصغر اي فوالله قامت دليتها البيت قامت تجي فضلت استمرت يعني يمي تبات يمي اروح البيت اماني يم ابوها فابوها الله يرحمه يوصيني يعني وامها يمي يعني وصوني عليها يعني ما عندي احد شان جهالي كله مصغر اي فضلت يمي بعد يعني مع فتاة اش اشتري الجهالي اشتري لها تاكل وياي تنام وياي كله ويانا تبنيتيها كأنما اي وهسا وبعد لحدنا لحد الباحة وما خليها تطلع يعني من البيت والله كل شي احبها عاز ما عاز يقول بدي والله العظيم احنا يعني بمقابل اللي سمعناه بالنص اللي فات من الحلقة من قسوة ناس من تنمر من جحود اليوم نشوف صورة ثانية عن ناس تحب بدون شروط عن علاقة بين ام وبنتها وبين يعني علاقة بدون شروط وحب غير مشروط بينكم انا كلش فرحان بهذا الشي هدا شنو تقول لها الاملاء والله ادعيلها يخليها امنا وها وابويا ويخلي اولادها وبناتها ويعلم مراتبها وان شاء الله اشوفها على جبل عرفات امنيت من الدنيا انا اشوفها من بعيد حتى لو روحوا ايها اشوفها من بعيد على جبل على حسنها وعلى طيبة مو بس روحوا ترويه الناس كلها امي بالفعل ايه امي ام ليت ترويه كل الناس يعني اذا واحد يبتش بيتش واحد بحتها انت شنو تتمني لها الهدى انت شنو تتمني لها الهدى والله اتمنى لها شون اتمنى البناتي الزوجة نصار اطفال عندهم اتمنى الهدى هاي شي وياريت لو يجي واحد يخطب انا اصرف عليها انا ازوجها انا ازوجها وياريت اصرف عليها يعني العرس كلها عليها اذا يجي احد يعني يخطب هدى ها يعني ها يحسن عرب راح يجيون الناس كله بها بلاز قول لي لا 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 حبيبتي والله اتمنى على يعني صير ان شاء الله يا ربي والله انا بس ادعي لك يطول عمرك ويطول عمرك ويطول عمر ابني ابو ليس ويطول عمر الاولاد والبنات واتيوياني ويطول عمرك ويطول عمرك اعني غريبة عليهم اعدامهم منهم وفيهم يعني هم ولدوني وهم كبروني وهم تعبوا علي يعني تصور البحرة يعني اخافها اطلع عن الكلام ايه على رأس تصور البحرة خطيئة من الظهر لحدما قالت بتتسعب اليال هي تفترقيب بالكلام بتشتريلي ملابس وخير ملابس وتخضني طلع اليوم بفضلها يعني الفضل الله هي طبعا شكرا مرة ثانية يعني خالوا مليت وأتمنى لك يعني طولة العمر وشوفين أولاد أولادك فدول عمرك يوم يطيك الصحة والعافي وقعك يا رب هدنا نرجع لفقرة الساحر احنا عدنا شي دزلنا يا جمهور بعد ما نزلت ستوري ومشكلة هي فرح انت تتدخلين لحلها يعني تطيهم نصيحة انه يحلوها تمام متفقين وحدة تقول لك انه ام زوجي تدخل بكل تفاصيل حياتي لدرجة انه هي اللي تريد تربي جهالي على مزاجها وبنفس الوقت الزوجي دائما يوقف بصفحة شا سوي يعني شا قل شا قل على عين وراس زوجي يسمع كلام أمه وانا قل لها ما بيها شي احتراما لان هاي أم ما تتعوض اللي ربت وتعبت وشافت كل شي انا مو دي شوف ابنها فرحان وسعيد بس مان ثاني شي امه او حماد تدخل بتربية الاطفال مو لا يعني نص ونص بس اكثر شي هي الام راح تعيش ويا الاطفال صح له غلط اذا شا ستويتاخذ موقف يعني؟ يعني مو تاخذ موقف مثلا تتفاهموا يا عمتها بقولها عمه او حمادها اما انا اريد اربي جهالي على طريقتي لان الله يطول عمرك انه انت ما دائما جهالي راح يكبرون راح يتجهون الي راح اريد اربي على طريقتي على الشي الصحيح وطريق الصحيح يعني اخاف تزعلون العمات ويا ربي وفق عمات ووفق الحموين شكرا هدا شكرا هدا بعد الفاصل راح نوصل للفقرة تقريبا الاخيرة وهي فقرة البلياتشو شكرا هدا شكرا هدى أنا فرحان لأنك هنا أنا فرحان بوجودك هدا ليش أمك ما تقبل تمثلين وتعتزلين؟ أمك الأولى أمي ما تقبل أمثل لأن تقول لأن أمرك كبر وكافي لازم تقعدين وتترهين على نفسك كافي بس أنا لا لو يصور عمري 100 سنة لازم أمثل زين على طار التمثيل تذكري من المخرج حيدر بنعثر ضربة راجدي قدام كل الكادر بالبروفات لأنه ما عرفت يتمثلين؟ لا ولا مو ما عرفوا تمثل لأن أنا خطأت بالحركة وكل ساعة يقولي لسا ويناها الحركة أنس ومن خوفي والتباقي يعني أنس المكان كان بوقتها مهرجان ما للطفل اسمه مسرحية أنا على متقضيتي مع القصر القامة ما شون يتعاملون معي بالشارع وسوا مسرحية اسمه مسرحية أنا وشوا استقبلت الراجدي؟ نعم شوا استقبلت الراجدي؟ والله استقبلت راجدي وغير ضربة يعني استقبلتها لأن بالبداية زعلد وبتشيت قلت بعدين لأ قلت لأن هذا يريد يوصلني وينبهني من أوقف على خشبة المسرح بنظام واحترام وعلى مدة جمهور لا يأخذها بخطأ لأن هذا خشبة المسرح وقفته وحركته وشون أوقف وشون أسوي حركات إقليق الجمهور صدق دكتور أقبلنا عيو رادة تفصلش من درسينا والمسرح؟ اي بوقتها لان اشتكو علي لان انا اشتغل بغير دائرة وشون اصار؟ انا جيت عليها وقابلتها وقلت لها ماكو هيكي بس قالوا اوكو وصلني حكي انتو اشتغلين خارج الدائرة يعني مو مثلا بغير يعني شون موظفة ثاني قلت لها ماكو هيكي حكي لو اوكو موظفة ثاني أصلا حتى راتب ما يطوني زل يش تكرهين شاهد الشماري؟ نعم يش تكرهين شاهد الشماري؟ شب سويت لك؟ لا انا ما كرهه بس بالبداية مو البشر لا تحكم بي إذا ما شوفه تمام؟ انا ما كره شاهد الشماري بس بالبداية كنت ما أحبه بس من شافتني بمسرح النجاح واحتضنتني وباستني اش قلت لها قبل ما تحضنك؟ انا واجهته وجهب وجه قلت لها الصراحة انا كنت ما أحبك بس من قابرتك وشفتك وحضنتين وبس تني لا أحبك وأتمنى أن أوصل لها وأريد أشوفت هناك ودى خابرة ومعدة تواصلوا يعني ما أدري اليش هواية تحتيب الوطنيات والعراق والعراق والتيرتي تنهزمين الأستراليا عن طريق الأردن وكمشوتش يا شيطانة صحيح لأنني تعبت ومليت من الوضع اللي بي إحنا وماكو شي حقوق إليه وماكو ضمان إليه أريد أطلع للخارج لأن أكو بالخارج ضمان للإحتياجات الخاصة ورواتب زينة وشون يعني ما يحسون أنت قصير القامة يحسوك عادي كبشر مثل باقي البشر بس بعدين نكسر قلبي إن والدتي خبرتني أيام محسين إن الله يذكرها بالخير ويا طيبة قالت ما نقدر نعيش بليات رجعين ورجعت رجعت سالمة غالمة شكرا عفوا فديتي وصلنا نهاية الحلقة وياتش يا هدى وكانت حلقة كلش حلوة ومليانة مشاعر أنا كلش أشكرتش كنت الأحلى وكتني بحل ببرنامج مواني لا أنت هالما بي تساير حلي ساير على رأسي شكرا إلى وقرب شكرا جزيلا هدى مرة ثانية وأتمنى لتش أيام كلش أحلى الله يسلمك وأني أشكر القناة سمرة وأشكر الكادر وأشكر المصورين وأشكرك أنت والمخرج وأبو القناة شكرا إليش أشكرا كادر شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم حلقة اليوم وانتظرونا الأسبوع الجاي بحلقة جيدة تصبحون على ألف كار شكرا لكم وشكرا لكم وشكرا لكم